جنبا إلى جنب يسير الدعم الشعبي المصري دوما مع قيادته السياسية في مواجهة التحديات والأزمات سواء الداخلية كانت أو الخارجية وربما للصفاف الشعبي الذي تشهده شوارع مصر الآن بمختلف ربوع الجمهورية دعما لقرارات الرئيس السيسي خير تكسيدا لذلك على الصعيد الميداني امتلأت شوارع مصر في عدة محافظات بمسيرات تأييدية للرئيس السيسي في قراراته الحافظة للأمن القومي المصري والرافظة للتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين والهدفة للتوصل إلى وقف الممارسات الإسرائيلية الغاشمة بوجه سكان قطاع غزة ومحاولة إدخال وإنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لمتضرر القطاع وهو ما نجح به الحراك الدبلوماسي الكبير للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية ما أثبت مجددا أن مصر كانت وما زالت القلب النابض لكل الأشقاء العرب وأن مفتاح حل الأزمات دائما يبدأ بمصر وبقادة مصر لذا فإن ذلك الاستفاف الشعبي نتيجة طبيعية لمجهودات القيادة السياسية الرامية لحفظ الأمن القومي المصري في المقام الأول وعدم المساس بمصر من قريب أو بعيد أما على صعيد الأحزاب والتكتلات السياسية والهيئات النيابية في مصر فقد تضافرت جهودها جميعا خلف قرارات الرئيس السيسي حيث عقد البرلمان بمجلسيها النواب والشيوخ جلستين تاريخيتين خرجا بتفويد الرئيس السيسي لوقف مخطط التهجير القصري والإبادة الجماعية للفلسطينيين واكتمعت كلمة جميع نوابه على دعم الرئيس في خطواته وحراكه الدبلوماسي حيال القضية الفلسطينية وفي الوقت ذاته نظمت الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة مؤتمر دعم فلسطين وخرجت بالعديد من التوصيات المهمة وأبرزها الرفض الكامل لسياسات العقاب الجماعي والتهجير القصري والإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين بالإضافة إلى دعوة الهيئات البرلمانية للأحزاب لاكتماع عاجل لوضع خطة عمل تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية بهدف حجد الدعم الدولي لإجبار إسرائيل على وقف ماكينة القتل وإبانة جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال وتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون